ويفتتح فريقان نفط الوسط والشرطة يوم غدين الاثنين مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الكروي الممتاز المزيد في هذا التقرير صفحة من صفحات دورينا نطالع عنوانها انطلاق الجولة السابعة والعشرين من المرحلة الثانية الإثارة تبدأ بلقاء نفط الوسط وضيفه الشرطة على ملعب الأول الذي يعول على ورقة الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر مواجهتين له أما الضيف يسعى لمصالحة جماهيره وتعويض إخفاقة الدور الماضي التي جعلته يتشارك مع الجوية والنفط برصيد النقاط بعدها تنتقل مباريات الجولة إلى يوم الثلاثة وتشهد أربع مواجهات حيث لقاء أمانة بغداد في ملعبه مع كربلا ثم نتجه صوب مباراة متذيل الترتيب زاخو الذي بات محط للعبور مع المستظيف النجف الساعي لتعويض ما فاته في الجولة الأخيرة ويشهد ملعب السماوة لقاء أصحاب الدار مع ضيفه البحري ملعب الشعب ستدور عليه مواجهة الطلبة الذي لا يتوقف عن نزيف النقاط هذا الموسم وفريق الديوانية الباحث عن قارب النجاة للوروب من مراكز الهبوط يوم الأربعات تستكمل الجولة بلقاء القمة المرتقب بين الجوية المنتشي آسيويا لكنه أهدر فرصة الانفراد محليا بوصافة الدوري بالسقوط في فخ التعادل أمام نفط ميسان لذلك سيجد في طريقهم منافسا عنيد في هذه الجولة وصاحب العروض المميزة فريق النفط الذي بات يتشارك معه بالنقاط الخمسة والخمسين ويضيف ملعب التاجي لقاء فريق الحسين والميناء البصري وسيكون ملعب الصناعة على موعد لاحتضان الصناعات الكهربائية ونفط الجنوب ويحل الكهرباء ضيفا على نفط ميسان نهاية هذه الصفحة ستكون الخميس مع مباراة المتصدر الزوراء الذي يحاول الابتعاد بكرسي القمة عندما يلاقي فريق الحدود الباحث عن تقديم الأداء المتزن أمام المتصدر على أديم ملعب التاجي مؤيد الهاوي قناة العراقية الرياضية ترجمة نانسي قنقر شكرا